وبيكتب بمشاعر. طب انت كنقضة ازاي بتقسيها يعني مسلسل بدأ وبدأ الكلام بتقسيها لان في حاجات برضو هقولها لك بصراحة لو انا عادة على الكنبة واقول اي حاجة اللي عجبني واللي مش عجبني. وامتى تحسي لا هنا لازم انتبه فيه اراء فعلا في الموضوع ده. بيبان لان الشخص نفسه اللي هو كاتب او الاكاونت دوت انت بتقدر يتقييمك والله هو مش وقع افتراضي. انا مش مؤمنة بكلمة ان هو وقع افتراضي. لأ. الشخص الحيادي اللي فيه عنده موضوعية اللي فيه عنده وجهة نظر بيبان سواء كان الموضوع حتى بسيط او كان اغنية او كان فيلم. لأ فيه ناس كتير انا بعتز بقراءها وبسمع لها لان اكيد عندهم حق وبسمع رأيهم كمان فيها. فده المهم مين الشخص اللي قال. اه يعني اللي هو البحث وراء الحساب نفسه. المقولة دي او الحكاية دي بالضبط. طيب احيانا بيبقى الناس بقى في موت معين وبينجحوا حاجات معينة قد يرن نقد نفسه بالشكل بقى الفني والعلمي والاكديمي. انها لا تستحق كل هذا. احيان كتير بيحصل مسلسلات بيبقى فيها ضجة. انا ببقى الفضول بيدفعني وبيدفع غيري. وعشان كده فيه حاجات بقى فيه اكاونت معينة بيبقى ممولة او بتبقى موجهة. فانتي بقى تخدي بالك ان لأ انا هتفرج على العمل. وانا الفيصل عندي انا. اذا كان الدجة دي كلها فيك ولا لا هم عندهم حق في الدجة دي.